كابتن سيد كل مشاهدي ونجوم للنادي الآلي في كل مكان طبعاً زي ما بنقول مباراة أكثر من رائعة ضيعنا كتير لكن في بضلات كبير جداً قابل للنادي الآلي في هذه المباراة لكن أكيد كان الهدف هو الثلاثة نقاط معي أحد نجوم للنادي الآلي كالعادة لكابتن ناصر مير بحيكة كابتن ناصر نهاردة على المجود الكبير كالعادة بالنسبة لك المباراة النهاردة لو بنقيمها بنقول شايف المباراة النهاردة إزاي ضيعنا كتير رحنا كتير حطينا في أجواء المباراة واللي المباراة من اليوم كانت زي الحمد لله طبعا على ثلاث نقط اللي احنا خبناهم المواتش كان صعب النهاردة جدا كان صعب جدا في بداية المواتش لكن الشوت التاني الحمد لله قدرنا نبقى أحسن ونفذنا تعليمات ميسر كارتيرون طبعا والجهاز فقدرنا ان احنا نبقى أحسن ونجبنا الهدف الحمد لله الفوز وبتكلم على أبرز التعليمات اللي الجهاز الفني قالها كم يركز عليه هل كان بركز معاكم فعلا على لابد غلق صفحة التراجي الفوز الامور دي كلها والتركيز في طولة الدوري العام ولا كان الكلام عليها كابتر ناطر طبعا اللعيبة يعني الوقت قصير جدا يعني كتر خير اللعيبة اللي هم هقدوا الأداء دا النهاردة كان هم ان احنا نفوز فيه أداء يبقى أحسن من كده ان شاء الله الفترة اللي جاية لكن كان هم هم ثلاث نقطة النهاردة اللي حاخدناهم وقدرنا نفذ استعلمات الجهاز فالحمد لله على ثلاث نقطة المكسي لو بنتكلم عن صعوبة الجيم يعني لو بنتكلم نقول اي صعوبة الجيم النهاردة يعني نقدر نقول الفرص اللي ضاعت دي شوية هي اللي أثرت على المباراة شوية وخلت الجون دخل بالعافية زي ما شفناه ولا صعوبة الجيم النهاردة كانت من ازاي كابتر ناطر لا هو صعوبة الجون بالنسبة لنا احنا من الوقت كان ما بين الماطشون ما فيش ما فيش اي حاجة لكن الحمد لله دا الفرقة الكبيرة دايما اللي بتلعب لحد اخر ديئة واخر ثانية في المباراة وهو الناد الآلي دا بطبيعته يعني فقدرنا الحمد لله اللي احنا نكسب ممتش صعب وممتش مهم بالنسبة لنا فان شاء الله اللي جاي حسن بإذن الله مباريات متلحمة وربعات الافريقية البطولة العربية بطولة الدوري انت ممكن من الناس الاصحاب الموجود الكبير ازاي تشتاعة نفسك ابتناصر الفترة اللي جاي لان تلاحهم كبير جدا لمباريات طبعا احنا كلنا مركزين هو دا طبيعة الناد الآلي وتبعا احنا مركزين على كده ان شاء الله كل البطولات اللي احنا نعف فيها نخوضها بإذن الله هو دا هدفنا هو الناد الآلي دايما بلعب على المركز واحد فمع لا بديل على كده خيرا الفترة اللي جاي شايفها ازاي بالنسبة لنا ديلا ان شاء الله خير بإذن الله واداء يبقى كويس واداء احسن ان شاء الله واداء مكسب دايما بإذن الله شكرا